ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي صلاة الغروب الثانية للأحد الثالث من الزمن الأربعيني بحضور المطران المنتخب الأب رفيق نهرة ورئيس المعهد الكليريكي الأب برنارد بوجي وكهنته ولفيف من كهنات البطرياركية اللاتينية وذلك في كنيست سيدة البشارة بيت جالة حيث قام المطران الشوملي بمنح رتبة الشدياقي للقراء عبدالله إلياس دبابني ويوسف غسان إبراهيم وباس الحنة وفي عيضاته دع المطران الشوملي الشضايق الجدد للسباقي من أجي نيلي إكليل المجد الذي لا يزول مع السيد المسيح